هو طريق لعودة هكذا قال صالح الصمباد أحد قادة الميليشيا الإمامية قبل أيام في صنعاء وصفاً المعارك التي يزوج بها الحوثيون سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم الوصول إلى عدن كان آخر طريق وصل فيه الحوثيون إلى مكان جديد لكنه زمن مضى عليه سنوات فلا توجد جبهة واحدة منذ منتصف العام 2015 إلا وعادوا منها على توابيت تشيعهم قناة المسيرة الحوثية يومياً بالعشرات وصور القتلى تزدحم بهم مشوارع كعادة الإمامة القهر والإجبار طريقها المفضل لكن القبائل استنزفت أبناءها في حرب سلالة الخاسرة ولم يعد أمام الإنقلاب الإيراني إلا استهداف طلبة المدارس والجامعات بحسب وثيقة مسربة أمر رئيس مجلس الإنقلاب الأعلى بالنزول إلى المدارس والمساجد وعقال الحارات لإجبار الناس على التجنيد الإجباري للدفع بهم لإيقاف التقهقر المستمر في مختلف الجبهات سنرسل ابنك إلى الجبهة أو يدفع مبلغاً باهضاً من المال لفديته واقع يعيشه أبناء المدن غير المحررة بحسب المعلومات القادمة من هناك فإن الحوثيين يأخذون المجندين إجبارياً معصوبي الأعين إلى أماكن مجهولة لتلقينهم دورة ثقافية عن ضرورة عبوديتهم للهاشمية ثم يرمون بهم في مقدمة الصفوف ليعودوا على هيئة صور بأجساد ممزقة واقع دفع سكان إلى النزوح أو العزوف عن إرسال أبنائهم إلى المدارس فقد تكررت الحوادث التي أعلن فيها أولياء الطلاب عن فقدان أبنائهم لتظل الغالبية العظمى من سكان المناطق غير المحررة تنتظر الخلاصة والتحرير بقدوم الجيش الوطني لهزيمة كهانوت الإمامة الإجرامية على أمل إعادة الدولة الشرعية وتبقى الحقيقة أن الرهان على الجيش الوطني رهان رابح ومحقق فقواته تتقدم في الحديدة غرباً والبيضاء جنوباً والجوف صعد شمالاً وتعيد الحرية والكرامة والإنسانية لكل المناطق المحررة